موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير من تلفزيون جيبتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية وإليكم أبرز وأهم العنوين احتفالات الذكرى العاشرة لتدشير السفارة التركية وإطلاق رحالات الخضوط الجوية التركية في الشبت غانا توافق أو على لقاح أكسفورت للملاريا موسيقى من مقدمة النشر إلى تفاصيلها أهلا بكم احتضنا فندق كامبيسكي بلاسا مساء يوم أمسة مناسبة مكرسة للاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاح السفارة التركية في جيبتي وإطلاق رحالات الخضوط الجوية التركية وجرت مراسم الحفل بحضور العديد من أعطاء الحكومة والبرلمان وصفراء الدول للشقيقة والصديقة بالإضافة إلى مدعوين آخرين وكان في استقبال المشاركين في هذه المناسبة التي تتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل السفير جمهورية التركيا في جيبتي سيد سينيك أوزار تركيا تعتبر من الشركاء الرئيسيين لبلادنا في العديد من المجالات التنموية بما في ذلك المجالات التعليمية والصيحية وتلقية المرأة كما قامت بتمويل مشروع بناء سد الصداقة في ناحية واعى بإقليم الدخل السفير التركي في جيبتي ألقى كلمة في المناسبة أعرب فيها عن الشكر والامتنان للمشاركين في هذا الاحتفال بمناسبة مرور عشر السنوات على افتتاح السفرات التركية وإطلاق رحلات الخطوط لجوية التركية في جيبتي الديبلوماسي التركي اقتنم هذه الفرصة لاستعراض مجالات التعاون الثنائي بين جيبتي وأنقرة لسيما تلك المتعلقة بالتعليم وصحة مشددا حرص بلادي على توثيق العلاقات الأخوية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة كما لفت السفير التركي في جيبتي في هذا الشدد إلى تداخلات الوكالة التركية للتعاون والتنصيق التي تواكب جهود السلطات الجيبتية لسيما في مجال تعزيز القدرات في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفع الالكتروني في البلاد نظم بنكو شرق إفريقيا يوم أميس الخميس في فونتو كامبيسكي بلاس مناسبة إطلاق التدبيق الالكتروني للهاتف المحمول لسالح العمل وتأتي الخطوة في إطار المساعد الحثيثة التي يبذلها بنك شرق إفريقيا لمواكبة ركب الحداثة والتطور في مجال التكنولوجيا الاتسالات والمعلومات وتلبية احتياجات العمل ويهدف بنكو شرق إفريقيا الذي يعد أحد البنوك الإسلامية الرائدة في البلاد من خلال استراتيجية تحاول رقمي إلى أن يصبح البنكو الرقمي المفضل في جيبتي ويشار إلى نظام الدفع عبر الهاتف يعمل بموجب النظام المالي يتم تنفيذها عبر هاتف محمول فازت السيدة إفراح آدم طاهر بالمركز الثاني في مصابقة الشعر 2023 التي نظمتها المنظمة الدولية للفروكونفونية وقدمت السيدة إفراح آدم طاهر وهي مدرسة لقى الفرنسية في ثانوية الدولة أو عضو اللجنة التوجيهية للجمعية الجبوتية للمعلمين الفرنسيين قاسدتها في الثلاثين مارس الماضي في إطار مصابقة الشعر نظمتها المنظمة الدولية للفروكونفونية في إطار التقارير اليومية التي نقدمها لكم خلال نشرات الإخبارية أعدنا لكم تقريرا نسلد ضوءا على مطلات ساحة محمود حربي الذي يندرج في إطار برنامج التنمية الحضرية لجبوت العاصمة على خلاف العقود الماضية لم تعد مدن اليوم كما كانت بالأمس القريب مدينة جبوتي على سبيل المثال للحسر تعيد تشكيل نفسها وتثري بتنوع سكانها من هذا المنطلق يشكل مشروع تشييد مظلات مواقف ساحة محمود حربي بمثابة هبة لسكان جبوتي بحيث يلبي أيضا توقعاتهم عبر المساهمة في التخفيف من احتقان حركة المرور داخل المدينة بالإضافة إلى تحسين نقل المستخدمين من خلال تعزيز الخدمات المقدمة على وجه الخصوص هذا المشروع المهم الذي يندرج في إطار برنامج التنمية الحضرية للمدينة يسعى إلى تحقيق الأهداف الرئيسية لتنظيم قطاع النقل وتتولى تمويله مجموعة أبو أحمد للاستيراد والتصدير والتجارة العامة بمبالغ كبيرة وفق ما أكده رئيس مجلس إدارة المجموعة بتوفيق من الله تعالى ثم بدعم رئيس الجمهورية نقحنا في تنفيذ الجزء الأكبر والأهم لمشروع مظلات مواقف ساحة محمود حربي بمركز العاصمة وتتولى مجموعة أبو أحمد التجارية تمويل المشروع بمبالغ ضخمة تزيد عن التكلفة التقديرية بسبب التغييرات والأحداث العالمية وقد دخلت الأعمال الإنشائية للمشروع والذي تنفذه شريكة يامان للهندسة والمقاولات في مراحلها الأخيرة ونتطلع إلى أن يتم تدشينه قريبا بمشيئة الله ومن دون شك فإن هذا المشروع الفريد والذي يعكس مدى الاتزام مجموعة أبو أحمد بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وإسهامها في تعزيز البنية التحتية المخصصة للمواصلات العامة سيسهم في دفع القهود الرامية ارتقاء بمنظر العام لعاصمتنا الحبيبة وأقتنم هذه الفرصة ليؤكد مرة أخرى إن مجموعتنا التقارية تعتبر نفسها شريكاً للحكومة في التنمية المستدامة وفقاً للرؤية الوطنية لعام الفين وخمسة وثلاثين والتي رسم معالمها رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيلي وأخيراً نتقدم باسم مجموعة أبو أحمد الحاق عبد الرحمن أحمد طه بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى رئيس الجمهورية على تفضله برعايات وضع حقر الأساس لمشروع مظلة موقف ساحة بحمد حربي وعلى دعمه وتوقيهه المتواصل لإنجاز المشروع تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيل قام في نهاية شهر مارس عام الفين وواحد وعشرين بوضع حجر الأساس لمشروع مظلة مواقف ميدان محمد حرب حافلات النقل العام بمركز العاصمة جرى حفل وضع حجر الأساس بحضور رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد وعدد من أعضاء الحكومة من بينهم معالي وزير الشؤون الإسلامية السيد مؤمن حسن بر إضافة إلى بعض أعضاء البرلمان والحاجة عبد الرحمن أحمد طه مالك مجموعة أبو أحمد التجارية الممولة لمشروع مظلة مواقف ميدان محمد حرب وقبل وضع حجر الأساس فتح فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر قيل مركز حمودي التجاري الذي قامت بالتمويله شركة الطيبة للتجارة العامة والاستثمار والتي يتولى رئاسة مجلس إدارتها الحاج عبد الرحمن أحمد طه إن مشروع بناء هذه المحطة لا يهدف إلى تجميل المنظر العام للساحة محمد حرب فحسب بل يهدف أيضا إلى الحد من الفوضى في وسائل النغل العام والتي ستعمل من الآن فصائدا في بيئة تم تجديدها وتنظيمها بشكل أفضل من جهتهم السائقون ومشتخدم هذه المحطة أبدوا لحافلات النغل العام ارتياحهم شديد لإنجاز هذا المشروع والذي يهدف إلى وقاية الناس من حر الشمس من جهة وتحسين المنظر العام الحضاري لمدينة جيبوتي من جهة أخرى وأعرب هؤلاء المواطنون عن الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمرقيل ومجموعة أبو أحمد الحاج عبد الرحمن أحمطها على تنفيذ هذا المشروع وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن هذا المشروع الحيوي يعكس التزام مجموعة أبو أحمد بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وإسهامها في تعزيز البنية التحتية المخصصة للمواصلات العامة مع اقتراب عيد الفتر المبارك وفي مسعى لمواجهة التساعد حوادث الطرق تغسل شرطة الوطنية بعمليات وسعة النطاقة التي تهدف إلى مواجهة استحام الطرقات والشوارع الرئيسية في جبوت العاصمة هذا وقام عناصر شرطة الفيم الحقيقة حضن بعملية مراقبة وسعة النطاقة لمكافحة الصريقة والاحتيال ومواجهة الاستحام الطرقات في وقت الذروة لذا تقوم عناصر مفوضية عهودا يوميا بعمليات وسعة النطاقة لتخفيف الاستحام لتفادي الحوادث وعرقلت حركة صيار السيارات الذي يؤثر على ألم العام في البلاد برعاية والي منطقة علي سبيح سيد موسي آدم نظمت حركة شباب عسي جوك يوم أمس حفل توزيع كسوة العيد على أطفال ذوي الاحتجاجات الخاصة والأيتام المنطقة وجرت نقاع توزيع كسوة العيد نائب رئيس المجلس المحلي سيد نور سعيد ورئيس حركة شباب العسي جوك سيد فيسل محمود وابري والمدير الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة السيد عيش النوح وقام بمنح هذه اللفتة الإنسانية التي تنزمن مع قرب عيد الفدر المبارك الرئيس التنفيذ لمجموعة العول السيد ياسين عول وذلك عبر حركة شباب عسي جوك لقد أصبحت هذه اللفتة الكريمة عادة سنوية للمؤسسة التي تعمل من خلال توفير ملابس العيد لهؤلاء الأطفال وتجرؤ إشارة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسمى في تخفيف من معاناة تلك الأسر واستفاد من هذه الهبة العديد من أطفال الدول لإحتاجات الخاصة وكبار السن رئيس جمعية الشباب عسي جوك أشار في كلمة له إلى أن هذه الهبة استفاد نحو 60 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة علي سبيح مقدما الشكر والعرفان الرئيس التنفيذي لمجموعة عول سيد ياسين من جهتي أعرب نائب رئيس المجلس المحلي سيد نور سعيد قيلدون عن اجتياح للمشاركة في حفل توزيع كسوة العيد على أطفال أيتام ودو دخل المحدود في منطقة علي السبيح مقدما الشكر والعرفان للجمعية ومانح هذه الهبة امتدادا لجهودها الهدفة للحد من تهريب البطايع والسلاعة المختلفة تمكنت عناصر جمالك في نقضة 51 بالتعاون مع الدرك الوطني من ضبط كمية كبيرة من القاتل المهرب قبل إدخالها إلى أسواق المحلية بسورة غير قانونية تقدر بعشرين حزمة من القاتل وبحسب الإجراء المعمول به في مثل هذه الحالات تم نقل هذه الكمية إلى مفرزة الجمارك والتي قامت بدورها بإتلافها على الفور وتجدر إشارة إلى أن التهريب آفة خطيرة تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية للبلاد رم الذي يتحتم على كل مواطن المساهمة في الجهود الهدفة إلى مكافحة هذه التجارة غير المشروعة دوليا أصبحت غانا يوافق على لقاح جديد للملاريا وسفى العلماء الذين دوروه بأنه سيغير العالم ويبدو أن اللقاح المسمى R21 فعال للغاية وهو ما يختلف بشدة عن المشاريع السابقة في نفس المجال وعمل القائمون على نظم القطاع الأدوية في غانا على تقييم البيانات التجريبية النهائية حول سلامة وفعالية اللقاح الذي لم يطرح بعد وقرروا استخدامه كما تدرس منظمة السياحة العالمية الموافقة على اللقاح حيث تسبب الملاريا في مقتل أكثر من 600 ألف إنسان في كل عام معظمهم من الأدفال السقار وعلى مدى القرن عمل العلماء على مشروع علمي ضخم لتطوير اللقاح يحمي الجسم من طفيليات الملاريا تعهد تعهد الرئيس السويسري ألان بيس الذي تتأرس بلاد مجلس الأمن الدولي في مايو في كينشاسا بالعمل من أجل السكان المدنيين ضحايا السراعات في شرق جمهورية الكونغو والديمقراطية ويقوم الرئيس السويسري بزيارة جمهورية الكونغو والديمقراطية منذ مساء الأربعاء حيث يخطد بعد العاصمة كينشاسا للتوجه إلى الشرق الذي يعاني من عنف الجماعات المسلحة منذ ما يقرب من ثلاثين عاما إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة وشكرا على حسن إسقائي والمطابح